ازيك حبيبي عميني النهاردة هنتكلم عن ملاقص سريع لأهم أحداث الحلقة الأولى من مسلسل من تري في البداية بتقوم مي من النوم وكلها نشاط وحيوية بينما منلاقي الشمر ده اللي بيكون نايم بالشكل ده ومش عايز يقوم أبداً والنهاردة المفروض حيروح يشتغل في جريدة إلكترونية جديدة منتعرف على ليلى ويا صاحبة الجريدة منتعرف على مشعل وعمار وعلى نوال وعلى كل الموجودين بالجريدة مي بتاخد كل حاجة بالروح رياضية يعني مش بتزعل من حاجة ودايماً بتبتسم وبتضحك حتى لما تلاقي عربيتها مبنشرة ليلة عصبية جداً وعايزة كل حاجة تمشي بالزبط عمار يعني المفروض ان هو واسين فشايف نفسه شوية أما عن مشعل فبيحب روان وكمان دايماً بيستلف فلوس ودايماً متدين ودايماً فقير وحالته عدم بنبدأ نشوف ليلة وعصبيتها جوة في الشركة أو في الجريدة الإلكترونية بتاعتها يعني وبيجي مشعل كالعادة علشان خاطر يستلف منها فلوس وبتكون عصبية جداً منهم وبيوصل كمان بسرعة شمردن متأخر وبتوقفوا مية علشان عايزة ورقة تحت يعني الدولبة العربية أو الكودشي يعني في الآخر بتكون ورقة ملهاش لازمة فبيسيبها وبيمشوا وبيكون أصلاً سخط على كل حاجة حتى الأمريكي بالأسنسير نزله فكان متدايق واضطر أنه يطلع على السلم ليلة بتتعرف على شمردن وبتعرف الأصدقاء على بعض جوة الجريدة وبيكون المفروض شمردن ومية موجودين مع بعض في مكتب واحد ودي حاجة بتدايق جداً كان عايز راجل يكون معايا وكان محرج جداً ساخت كالعادة وبيقول كمان إن المكان داي لكن ما هي وغد الموضوع بروح رياضية بتروح بعد كده هيا وبتزرع جوة دماغ نوال إن جوزها حمد بيقونها فبتفضل تبكي وحن يعرف بعد كده إن هي أصلاً علاقة بزوج نوال بينما كمان هنعرف إن ليلة بتحب عمار ومنشوف روان كمان اللي دايماً مرات أبوها بتشتكي وبتقول لها إنك مش بتجيب فلوس وإحنا عايزين طرابات كتير في البيت وبتشتكي دايماً من قلة الحال وبيروح شمردل وبيأكل مع أبوه بيحكي له عن اللي حصل بينما منلاقي كمان إن المفروض عمار بيحب واحدة على الإنترنت وهو مش عارف على حد دلوقتي هي مين حمد مراته بتتصل به وبتقول من ولد تعبان قال لها هنجاي دلوقتي وكالعادة بيروح علشان خاطر يشوف هيا وبتطلب إن هي تتجوزه لكن ألا ما ينفعش وروع على البيت وشاف مراته نوال كانت موجودة على السرير عارفة إن هو بيخنها زي ما قلت له هيا بس تسكت ومرضتش تعمل مشاكل وبنشوف كمان ليلة بتلعب رياضة في نهاية الحلال ده كملاقص سريع لأحداث الحلال الأولى من مسلسل من ترى أتمنى الفيديو كونان لإعجابكم اشتركوا في القناة ولو عايزين بقى الحلقات اكتبهوا لي في التعليقات وأشوفكم على خير بحبكم وايد باي باي